المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية عمومية الأطباء رفضت رفض قاطع حبس الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية وطلبت بلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في هذا القانون والمنصوص عليه في المادة رقم 29 حضرتك رأيك ايه في الموضوع ده؟ هو خلينا نقول هو ليه يتحبس احتياطي؟ وانا لسه لم يثبت عليه تهمة يتحبس لما يبقى جناية او يبقى جاني انما هو الخطأ اصلا لم يثبت انه هو خطأ ده لسه هيتعرض على لجنة واتحدد اذا كان دي مضعفات ولا اذا كانت خطأ هي مجرد شكوى شكوى وبتبحث لما تبحث ويثبت عليه الخطأ هي بقي يتحاسب بате اتكون خطأ الجنائي يتحاسب طب الخطأ التبي ما هو الخطأ التبي ده وات لازم يحدده اللجنة تحدد اذا كان هو فعلا مخطأ ويتحاسب ولا لا واللجنة اللي بتشوف الكلام ده هي اللي تحدد هذا الكلام ان هو يستاهل العقاب او يستاهل الحبس او ما يستاهلش او بلا معنى اصح انا حصل عندي خطأ يستحق ان انا اتحاسب عليه ولا الخطأ ده حاجة وردة ممكن تحصل عادية من ضمن المضاعفات العادية لو هي حاجة من ضمن المضاعفات العادية اللي بتحصل للمريض ما ينفعش يحاسب دكتور طب يبقى ايه زنب الطبيب في هذا الكلام نقيب الاطباء شدد على ضرورة ان القانون ينص على انشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الافراد والجهات المختلفة وبتكون على الهيئة يعني فيها لجان نوعية من اسات ذا ومتخصصين هم بيتولوا التحقيق مع الدكتور وبيكتبوا التقارير بتاعتهم وبيقدموها للجهات القضائية المختلفة علشان توقيع العقوبة المناسبة هل حضرتك مع الرأي ده؟ معاه الى درجة كبيرة ازاي؟ معه زي ده اللي احنا قلناه ان اللجنة الطبية هي اللي هتحدد اذا كان فيه خطأ طبي ولا مفيش اصلا بعد كده يتحاسب بقى طب يتحاسب ازاي؟ لو ثبت ان الدكتور اخضر دي مهمة بقى قضاء هو اللي يحكم فيها رأيك انت رأيك ايه اللي مفروض يعني لو انت بتكتب مقالة في الموضوع ده هتنصح بايه؟ يتحاسب ازاي؟ اه والله السؤال صعب لا هو لازم يبقى فيه حساب بس الحساب للطبيب او للخطأ الطبي لازم يبقى ليه تكييف مختلف شوية عن الحساب الجنائي عشان هو صعب عشان نحدد ايه الخطأ ايه الخطأ الناتج عن الاهمال الطبي الاهمال الدكتور وايه الخطأ الناتج عن المضاعفات هو مش خطأ هي دي صعب اولا تحديده وصعب ان انا اقولها حسبه ازاي ولازم الموضوع يبقى فيه تدرج تدرج بمعنى ايه فيه مثلا ممكن يبقى له خطأ زي اللي بيعملوه مثلا في الاخطاء بتاعة القيادة مثلا في اسواق العربيات هو الاخر لما يسحب الرخصة لمدة ست شهور لما يسحب كذا ممكن يمنعه من مزاولة المهنة لفترة ده من ضمن انواع العقوبة اللي تتحطي على الدكتور اذا كان هو فعلا خطأ واثبت ان هو خطأ بس لما يوصل بقى لدرجة الاهمال او ممكن يتحاسب خضائيا يتحاسب جنائيا فيه مشاكل تحصل للمريض نتيجة اهمال الدكتور فده خطأ تمام ولكن فيه يعني مضاعفات واردة لبعض الحالات فلما تحصل المضاعفات دي ده مش خطأ الدكتور تمام ده مالوش حساب عليه ده مالوش حساب عليه وده اللي هيحدده اللجنة اللي هتراجع بالضبط حالة المريض وملفاته تمام اللجنة دي بقى لما تراجع الحالة وتشوف كل التفاصيل وتعرف ان الخطأ ده كان ناتجا عن اهمال الطبيب المفروض تاني يتحاسب ازاي بغاية دلوقتي على حسب الخطأ على حسب الخطأ فيه اخطاء تستحق ان هو يحاسب جنائيا ايه الاخطاء الجسيمة اللي حضرك شاف انها تستحق لا هل هو يكون قتل واحد قتل واحد تسبب في موته تسبب في وفاية شخص او تسبب في اعاقة دائمة او او بس يثبت باللجنة الطبية واللجنة العليا اللي بيشار اليها في هذا الموضوع يثبت بها ان هو خطأ فعلي لهذا الطبيب انما لو لم يثبت ان هو خطأ فعلي له او خطأ مقصود له يبقى هو ليس عليه ذلك هم